ناس كتير بتسألني اه يا مروان احنا هناخد كورسات هناخد دبلومات هناخد دبلومات مكافحة عدوى فكشي كنترول هناخد كوالتي سي بي اتش كيو هنعمل ماستر اه ميديكول سيرجيكال ماستر ادمينستراشن هنكمل دراسات عالي وبعد كده نروح نسافر الامارات هل ده هيفدنا لما نيجي الامارات وهيخلينا نشتغل كويس ولا لا ولا عادي مش هتفرق معانا ولا لا ده هيفرق معانا جدا ونشتغل في المكان او كويس كود الحاجات دي والاسئلة دي طبعا اتسألتها كتير قوي من ناس زي مقيلنا لسه في مصر ولسه مقوش والفيديو ده مخصص لهم علشان ايه او لاي حد بيفكر ان يعمل دراسات عليا او ماستر او دبلومات اه اي دبلومة او اي حاجة تطور نفس بها قبل ما يجي بصوا عشان تعرفوا بس يعني حاجة بسيطة كده اه في اي مكان انتو عارفين الطلب على اللي هو التمريض بيبقى اكتر بكتير جدا من الطلب على الحاجات اللي هي ندر شوية زي 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 التدريس زي الحاجات دي يعني الحاجات دي يعني لو انت المستشفى في عجز اه هتلاقي عجزه واحد بس فانت واحد ده هتلاقي على تلاقي مسلا مية وخمسين واحد مقدم عليه بعكس الطلب على التمريض لو هم محتاجين مسلا المستشفيات مسلا معينة محتاجة تمريض محتاجين مسلا عشرة خمستاشر فده بقى ايه بيبقى فرصتك كتير اقوى في الشغل المقصد من كلامي ايه? ان الموضوع بالنسبة للشهادات زي ال سي بي اتش كيو وال سي بي اي سي بتاعتها نفيكش كنترول تقريبا البرد الامريكي وزي الماستر والحاجات دي دي حاجات كويسة جدا وما بقولش لاي حد اه لا متعملهاش لا لا حاول تعملها اعملها وطور من نفسك اه بالعكس التطوير من النفس فعلا بينفعك بعدين واكيد اكيد لكل مجتهد النصيب وممكن رباني يكريبك بفرصة كويسة تمام بس بحكم الواقع اللي انا شايفه دلوقتي هنا في الامارات فالاقبال او التمريض نفسه بيبقى اكبر بكتير من للناس اللي هي ايه في دي تمام طب ايه ماروان معناك كده ان انا انسى ان انا ما عملش انفكشن كنترول ولا اعمل ولا اي حاجة الهاجات دي لا ما بقولش كده انت لو قدامك فرصة انك تسافر وتشتغل في الامارات بحيس انك تكون شجال في الامارات وتطور من نفسك بقى وانت في الشغل ان انت عارفة ال CBHQ والCBIC بتدرسها وبتذكرها مع نفسك وتخش اونلاين وبتمتحن زي برومترك كده وبتاخذ الشهادة اتيجي هنا بقى تشتغل كنارس عادي اه في مجالك بحيس انك تختصر الوقت وبحيس انك يعني ايه اتحوش لك ارشين مسلا لحد ما ربني كلمك وتذاكر هنا وتخش الامتحان عادي وتطور من نفسك لكن فكرة ان انا هفضل في مصر لحد ما خلص ال CBHQ لحد ما خلص ال CBIC لحد ما خلص مثلا الماستر لحد ما خلص الحاجات دي انا عرفت ان في مصر اونلاين اليومين دول اه بس ما عرفش صحته ايه لا خد الحاجات دي كويسة بتطور من نفسك بس انا انا شايف ان الفرص عليها قليلة يعني انا عرف ناس كتير معاها مصر ومش شغال بوزيشن لا تشارح حتى اوالس شارج نيرس يعني هتقول لي ليه يعني المصر ما بيعترفوش به لا بيعترفو به بس ال بوزيشنس قليلة يعني مفيش حد بيمسك تشارج نيرس في مكان الا ما بيكون ما عدي مثلا حاجة ثلاث سنين اربع سنين عارف المكان كويس جدا ومش شرط اكون معاك مصر يعني في ناس ممكن تتيجي معاك مصر وكل حاجة ودكتوراه بس تلاقي ناس اكبر منك في المكان وعارفين البوليسي وعارفين سياسية المكان وكل حاجة وفاهمين اكتر منك في المكان فهم ليهم الاولوين هم يبقى الشارج وده طبعا ده الكراتير بتاعة الشارج ان هو يبقى عارف وملم بكل تفصيلة في المكان ده اللي يخليك الشارج لا مصر ولا 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 الحاجة دي طب هتقول لي لا طب ما انا هخاص بي عشان اخش في المستشفى دي وحاول ابقى وحاول ابقى اكوالتي فيها بص يا غلي مستشفى هتخش فيها هتلاقي فيها الاسطاف بتاع الكوالتي وصعب جدا ان استفق كوالتي ده ان يسيبه المكان بتاعه لان خلاص ربنا كرمه بالبوزيشن ده هيبقى بيطور بالنفس وهيبقى عارف السياسات اكتر منك وهيبقى شغال قبلك وهيبقى وهيبقى فين بقى على فين لو حد فين راح اليوكي والراح امريكا وربنا كرمه ومشي وانت كنت يعني صادف انت في المكان الوحيد الوحيد اللي معاك ما سيبه اتش كيو وان انت يعني ايه انه هتخش ده بس ممكن تلاقي معاك ان في ناس موجودين موجودين ان يعني الواحد بعد ما ده يمشي معروف مسلا احمد يا احمد معانا بقى لتها السنين ومعاك والتي فده والله احنا عارفين ان السستر دي خلاص هتمشي فاحمد ده على طول وريانتل بكل حاجة وريانتل كمان بياخد ايام كتدريب عشان لما تمشي تسلم الشغل وهو يمسك مثلها فاهمين القص ازاي? طيب انت مروا انت كده تحبطنا انت كده بتخلينا ما ناخدش اي حاجة لا بقولش كده خالص انا بقول لو انت خد يبقى زال فل ومية مية او ممكن كلامي ده ما يعني ايه ما ينطبقش عليك ممكن تيجي من مصر ومعاك كورس او 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 اي حاجة تيجي هنا وربنا يكني بتشتغل على طول ما دي حاجة كويسة جدا تمام لكن يعني نسبتها في الشغل بتبقى ليلة جدا 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 يعني انا بقى سادة معاكم يعني مش زي التمريد اللي لقاتي يعني انت لو لقيت عشر فرص تمريد ممكن تلاقي فرص واحدة نفكش الكنترول والزي ما يلي في المرات عارفين كده لو لقيت خمستاشر للتمريد ممكن تلاقي فرصة او فرصتين لك كورتي بكتير وتلاقي عليه امم كمان وتلاقي عليه امم بالهابل يعني طيب انا زي ما قلت لك كده بتفكر انك تاخد حاجة كويسة بتفكر انك تطور من نفسك بتفكر انك يعني ايه ترفع من الكريم بتاعك خلاص انت على اشتغل يا عام التمريد اخد خبرة الامارات وتعرف على الجي سي او وتعرف على الحاجات الهلوة اللي موجودة هنا والبوليس والحاجات دي وانت شغل وربنا كرمك خلاص اتوكل على الله وخش في اي دبلومة او اي كورسة او اي او خد ماستر زي ما انت عايز باكد دكتورات زي ما انت عايز وطبع الحاجات دي بتفرق معك بعدين لو انت خد ماستر دكتوراه اه يعني اللي معهم دكتوراه قادرين انه هم يدرسوا في الجامعات تمام قادرين انه هم يعملوا الحاجات دي بس بعد ايه يعني مش على طول برضو مش مش بتيجي من هناك اه تسمع الفيديو دلوقتي مني وتقول لي لا ده مرمواني بقول لي مع دكتوراه هيجي درس لا لا فيش كلام ده هيجي ويقدم على الاميلات وهيترفض ويقول لك لا ما فيش وممكن يروح برض برض تايم يعني يوم يعني مش هيتمد عليه كليا فده حاجة مش اكيدة فانت المجال المفتوح هنا والمجال الكبير هنا اللي هو التمريد انك تشتغل لك لكن انك تشتغل في زي الكوالات الحاجات دي اه ينفع لو معاك الكورسات دي ينفع جدا وتم مرشح بس قليل جدا بس ما تيقسش يعني كله واحد في الاخر ورزه ما تيقسش تعال وابدأ في كورساتك ابدأ في ديمليوماتك وانت شغال ولو ربنا كرام بفرصة توكل على الله طبع زي ما تعرفين لو انت نيرسنج كنت ستاف نيرس في اي سيو طوال اي حاجة روحت كنترول سنة او سنتين وبعد كده فكرت انك تمشي من المكان فهتمشي من المكان ده على تاني مش ترجع لسطاف تاني صعب شوية او كمان بتاعك او الناس مش هتعرف تشغلك كاي سيو او اي ار لانت اصلا كبراكتكال خلاص كبراكتكال مش شغال بقى لك سنة او سنتين فهو مش هيقدر ياخدك لو انت قدمت وزهقت خلاص قلت ما فيش اه شغل قدام انا عايز اشتغل اه اي حاجة بقى في اي مكان وانتو كنت شغلك السنتين في الامارات مسلا كان فينش فيكش كمانترول فهنا بياخدوا بالخبرة يا جماعة حتى الناس اه يعني اقول المعلوم ده على السريع بقى برضو مرتبط من الموقع ده الناس بتسألني احنا نطلع مواقع بترول والحاجات دي اه السايت انك بتقعد كنيرس كسايت نيرس وبعد كلا لو جات لي فرصة كويسة في المكان اللي انا اشغال في ال اي ار لأ كسايت نيرس برضو لو اشتغلت فترة كبيرة كسايت نيرس صعب انك برضو انك تخش المستشفى لان انت معروف ان اه اللي بتعمله في السايت نيرس اللي هو جاست انك بتعمل مثلا مثلا تدي اه انجكشن اي ام او بتدي تابلتس او بتغير على جرح اه فاهمين القصة ازاي فالموضوع برضو صايت نيرس ده انا مش شايفه حلو او لو واحد عايز يعمل او احد عايز يعمل مثلا يطور من نفسه زي كده قصة سخوتنا في البراميديك اه في الاسعاف لو جاي يشتغل في المستشفى ممكن اي تابل كبراميديك في المستشفى بس صعب ان يتابل كاي سيو لو كان هو شغل اي سيو لان اخ خبره لي كبراميديك طبعا انت اشتغلت في مكان معين لو رايح تشتغله في مكان معين هو يقول لك خبرتك ايه هتقول له لو قلت له اكتر من ست شهور مش مش شغال او سنة هو الريد هيرفيوز ليك الا لا بقى لو حد لو الا حد متمكن جدا هو بتيقل جدا في الشغل بتاعه ده ملخص الكلام بتاع اه او ملخص الايجابة اللي هيقول اللي بيأس الناس الكتير اللي قوي بتسأل بتقول احنا جايين ومعنا كورسات ومعنا دبلومات وعازين اشتغل بيها لأ انا عايز اخد اخد جودة قبل ماجي عشان اشتغل بيها فده اوكي ممكن يبقى ليك حظ ونصيب بس فرصتك في الشغل يقلب كتير جدا 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 من شغلك لو انت حاجة تشتغل كتمريد لان هنا بتاع التمريد عالي اوي والحاجات اللي هي بتبقى دي ومحددة اقسام محددة بتبقى قليلة جدا فانصحكم انت تشد حالكم اتوكلوا على الله تسافر الاول هنا بعد كده ربني اكرمكم اه بشغل بعد كده تخش في الحاجة اللي انت عايزها مسلا والتي او الفيكشي كنترول ولكل المجتهد النصيب يعني اه انا بس ما عملتش لاي حاجة يعني انا شغال في الامراض بقى سنتين ولا عملتين فكشي كنترول ولا كوالتي ولا اي حاجة وفكر في الحاجات دي وبصراحة من كتر الزحم اللي موجودة في الامراض للناس اللي معاها كورسات يعني لو رحت عايز تشتغل مسلا في ومستشفى طالب تلاقيها عليها ستين الف وواحد يعني معاها كورسات ومعاها حاجات اه بلابل قبلك رايح يعني بد ان انت متفكر يعني فانا التعريم اتكبر دماغ موضوع ده خالص وربنا معاكم وكل واحد يعني بيفكر في حاجة يستعى لها وده طبعا كلام ده مش قطعي يعني مش حاجة اه اكيد خلاص مروان قال كده مروان صحة مية في المية في المية لا كلامي قابل لان هو يكون خطأ شوية او يعني نسبته ما بتبقاش سبعين تمامين في المية من الدقة لكن خبرتني انا بقول لكم وانتو حابين تسمعوا كلاما مفيش مشكلة واسأله برضو اه لكن الواقع بيقول كده ولا شايف ان انا عاد في المنطبلة سنتين انا شايف الوضع كده موقعية ناظري ولو حد عايز يسأل عليه سؤال يسأل في كومنتات تحت وطولة من توصلة اللحزة دي من الفيديو ده معناه ان انت من الناس المخلصين للقناة بتاعتي والناس اللي بتحبني في ياريت ياريت تعمل لايك والاشتراك في القناة وتفعل جرس الاشعارات عشان يوصل الريتش على شوية زي الريتش على شوية والمشادة على شوية لان هي نامت خاصة فترة اللي بدت واشاير فيديو لاصحابك وربني يكرمكم كلكم ان شاء الله وبالتوفيق للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته